من Chapter 7 Nucleic Acids إذن مرة أخرى نيوكليوسيد تتكون من نيتروجين باس زائد سكر خماسي بنتوز شقر أما نيوكليوتايد تتكون من نيتروجين باس زائد بنتوز شقر زائد فوسفاتي جروب أو نيوكليوتايد زائد فوسفاتي جروب ما هي وظائف النيوكليوتايد في السل كما ذكرنا Activated Precursors of DNA and RNA هي بتشكل الDNA والRNA هي المادة الوراثية نيوكليوتايد ديريباتيبز are also intermediate in money biosynthetic pathway زي مثلا في عنا UDP غلوكوز هاي في عنده نيوكليوتايد وفي عنا مركبات أخرى بيكون الأساس في تكوينها والانترميديات سيا نيوكليوتايد مثلا الATB الATB اللي هي الEnergy Shuttle Universal Currency of Cells الATB تتكون من نيوكليوتايد زائد يعني أدونيسين ترايب فوسفاتي يعني بتكون عنده بنتوز شقر كما نعرف وقاعدة نيتروجينية اللي هي الأدينين لكن الفرق هنا عنده ثلاث مجموعات فوسفات أدونيسين ترايب فوسفاتي فهي تشبه النيوكليوتايد لكن عندها ثلاث مجموعات فوسفاتي كمان النيوكليوتايد هي الميجر كومبوننت كونزايم زي النادي بلاس الFAD والكونزايم A كمان تعتبر النيوكليوتايد هي الأساس في تكوين بعض الميتابوليك ريجوليتر زي السايكليك AMB طبعا الDNA اللي هو ديوك سيرايب النيوكليك أسد هو المادة الوراثية The genetic material وتقريبا هاي المعلومة معروفة من زمان وهو مكون من بوليمر من النيوكليوتايد الDNA الواحد كما ذكرنا single DNA molecule بيكون مرتبط مع بروتين داخل النواع بشكل الاثنين مع بعض ما يسمى الشبكة الكروماتينية أو كروماتين البروتين اسمه histones إذا الDNA بيكون داخل الخلية مرتبط ببروتين يسمى histones بشكل مع بعض الكروماتين تمام إذا تخزن داخل نيوكلياس النواع وجزء من الDNA يسمى أو من الكروموسوم يسمى جين هو RR range linear along the DNA molecule وهو الذي يترجم إلى صفة وراثية معينة The sequence of phases along nucleotide polymer is unique for each gene طبعا السلسلة الجينار طبعا أو البولي نيوكليوتايد بيكون مثلا السكر موجود basic skeleton بيكون الشقر وش الفوسفاتي جروب بينما القواعد النايتروجينية تختلف من نيوكليوتايد إلى آخر فبالتالي الDNA عنده أربع أنواع مختلفة من النيوكليوتايد اللي هي النيوكليوتايد اللي فيها أدنين والقوانين والسايتوسين والثايم اليوريسيل غير موجود تمام فإذن يوجد أربع أنواع مختلفة من النيوكليوتايد التي تشكل الDNA ومع ذلك تترتب بطريقة معينة تعطينا آلاف آلاف الجينات وكل جين فبالتالي كل جين يترجم إلى بروتين مختلف عن الآخر يؤدي وظيفة معينة وشكل معينة وشكل معينة مختلفة مختلفة ووظيفة مختلفة إذن السيكوانس نيوكليوتايد على الجين يونيك لكل جين وهذا الجينات كما ذكرنا إنها تخزن تخزن معلومات الوراثية وتنقل من الآباء إلى الأجيال الأخرى الآباء إلى الأبناء أوف سبلينغ أوف سبلينغ وبالتالي الناس اللي بيكونوا ريليتد السيبلينغ اللي هاو كريت تر سيميلاريتي إن دير دي انا تمام ان دير دي انا عند بروتين سيكون كمبير تو انريليتد انديبيجوانس يعني الأشخاص اللي بيكونوا أقارق بيكون عندهم سيكونس سيميلاريتي بالسيكونس أكثر من الأشخاص اللي بيكونوا انريليتد المادة الوراثية الدياني أو الجينيتيك ماتيريال الكمبوزيشن باريز فرام ون سبيش تو ذا نكست إذا تسلسل الدياني هو يونيك لكل سبيش ذكرنا إنه الأقارب أو الريليتد سبيش بيكون فيه هناك سيميلاريتيز لكن ما بيكون تطابق مية بالمية طبعا الستركشور تبع الدياني والخصائص تبع الدياني هي اللي أهلته إنه يكون الجينيتيك ماتيريال أو المادة الوراثية هذه خاصية بالمية بين الدياني والثاني هي التي جعلته نثبت إنه المادة الوراثية وكما ذكرنا أن الدياني عنده كود أو الدياني جزء منه يسمى الجين وكل جين بيحمل شفرة أو كود ل البروتين فبالتالي الدياني has code which specifies the sequence of amino acids in a protein فهو اللي بيحدد تسلسل الامينو acides في البروتين كما ذكرنا إنه تسلسل النيوكلويتاد في الدياني أو في الجينات هو يونيك وكل جين عنده sequence خاص صح إنه 4 نيوكلويتاد لكن عندنا ألاف الجينات كل جين يختلف عن الآخر في نوع النيوكلويتاد التي تكون طريقة ترتيبها وعددها فبالتالي في عنا variation sequences وبالتالي جينات مختلفة وتترجم إلى بروتينات مختلفة إذن الدياني store genetic information بخذ المعلومات الوراثية وبالتالي هو يعني يستخدم as tape measures of evolution DNA والبروتين can be used as tape measures of evolution يعني دبنا ندرس تطور الكائنات الحية كيف تطور العلاقة أو الصلة بين الكائنات الحية المختلفة فبندرس على مستوى الموليكولر والموليكولر هي دراسة الكائنات الحية على مستوى الدياني أو البروتين لأنها بتخزن المعلومات الوراثية فممكن نشوف شو التغيير اللي صار عبر الزمن فبالتالي بقدر يعني نستخدمها as a tape measures of evaluation تمام إذن DNA stores information for the synthesis of specific protein dna dna rna synthesis كما ذكرنا في عملية transcription لأنه من dna حسب تتابع dna بصير transcription لأول نوع من rna هو messenger rna rna هو اللي بتحكم في sequence لبروتين dioxy protein synthesis through rna في ال ribosome كما ذكرنا انه في عنا messenger rna اللي بتتكون داخل النوع في عنا tRNA الموجود في cytoplasm واللي هو بحمل preamino acids ووضوحة في السلسلة في عنا نوع ثالث اسم rna 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 وهو جزء مهم من تكوين الribosome اذا الribosome بتكون من البروتين ومن rna وفي بتم صناعة البروتين هذا الشكل يمثل سلسلة من dna كيف عرفنا انه dna لانه السكر الموجود كله dioxy riboids هنا كربون الرقم 2 كما نلاحظ ما عنا oxygen فبالتالي هو سلسلة من dna طبعا dna بتكون من سلسلتين كما ذكرنا helix double helix او double strand عشكل helix بيكون anti parallel اذا اكربون الرقم 2 هو ما في اكسجين فهو اذا sugar dioxy ribos اذا هذه السلسلة هي جزء من dna كيف بترضبط هاي nucleotides مع بعض طبعا ذكرنا ان nucleotides تكون من سكر خماسي هنا باللون الازرق عكربون رقم 5 هنا مرتبط فيه phosphate group تمام وهذا structure متشابه كما نلاحظ بكل nucleotides شو ما كان نوع تمام الاختلاف بين كل nucleotides والاخر في نوع القاعدة النايتروجينية النايتروجين space اللي بتكون مرتبطة بكربون رقم 1 تمام طبعا هون الOH اللي موجودة على كربون رقم 3 في كل nucleotides بتكون مشتركة في تكوين الفوسفو دايقية مع النيكليotides التي تليها ما عدا اخر كما ذكرنا اخر شغر بيكون free الOH واول nucleotides بيكون عندها الفوسفات group هنا الفوسفات group بتكون free وهنا بيكون عندنا hydroxyl group بتكون free وهنا يسمى هذا الطرف 5' end وهذا الطرف 3' end فاذا بدي اقرأ هذه السلسلة بقرأها من 5' 3' end حسب polaric تمام 5' 2' 3' 5' بيكون عليها الفوسفات group و 3' بيكون عليها hydroxyl group السلسلة الثانية بتكون عكسها في القطبية تمام بيكون عكسها في القطبية هون بيكون عندنا 5' هنا بالأسفل تمام و 3' بيكون متحدات مع بعض كما سوف نذكر لاحقا بواسطة H hydrogen bonds الآن نأتي لهذه السلسلة من DNA هذا جزء هنا هاي nucleotide واحدة هذا تمثل nucleotide واحدة ترتبط مع nucleotide بجانب هنا تمام الواسطة هذه الرابطة هنا هاي PhosphodyEaston Linkage عن طريق OH الموجودة كربوني رقم 3 مع Phosphate Group الموجودة كربوني رقم 5 في nucleotide المجاورة الاختلاف بين كل nucleotide والثاني هو فقط نوع nitrogenous base نوع القاعدة النايتروجينية فبالتالي أول nucleotide فيها thiamine الثانية adenine ثالث مثلا ممكن cytosine التسلسل يختلف من سلسلة إلى أخرى ومن جين إلى آخر فاختصارا مثلا إذا جينا نقرأ هاي السلسلة نحكي TACG مثلا اختصارا لأنه الذي يختلف فقط هو القاعدة النايتروجينية الذي يميز الـ DNA وتكون من سلسلتين مكملات لبعض وإذا الـ DNA structure هو double helix أما RNA single strand يعني سلسلة واحدة أما الـ DNA يكون double helix والtwo helices أو two strands يكون مرتبطين مع بعض بواسطة hydrogen bonds إذن 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 نيوكليتايد في السلسلة الواحدة مع نيوكليتايد المجاور له برتبطه بـ fosfodiester linkage أما كل قاعدة نيتروجينية ترتبط بالقاعدة النيتروجينية المكملة لها في السلسلة الثانية بواسطة hydrogen bond تمام أو hydrogen bonds DNA consists of two strands إذن double helices ثاني سلسلتين two strands or polynucleotides that spiral around an imaginary axis يعني بكونوا من شكلهم زي helices شكل حلزوني بلتفوا على بعض على محوار وهم these two strands held together by many hydrogen bonds إذن هذه مهمة ذكرناها الزمان في أول شابتر إنو صح الhydrogen bonds ضعيفة تعمل stability لـ three dimension structure للبيوموليكول ومن هذه الموليكول الـ DNA إذن الـ DNA بتكون من سلسلتين مرتبطات مع بعض وواسطة hydrogen bonds بين القواعد النيتروجينية في السلسلتين وفي عالمين مواصن واندي كريك concluded that DNA was composed of two anti-parallel sugar phosphate bonds كما ذكرنا واحدة بتكون البولاريتي إليها 5 prime 3 ثانية سلسلتين بيكونوا anti-parallel متعاكسات في القطبية ومكملات complementary for each other with the nitrogen base is buried in the DNA molecules interior بتكون في الداخل القواعد النيتروجينية لهذه السلسلتين بيكونوا في الداخل و nitrogenous base are buried in specific combinations دائما إذا كانت السلسل الأولى فيها أدنين السلسل الثاني بيكون بيقابلها ثامين إذا دائما الأدنين يرتبط بالثايمين وإذا كان السلسل الأولى سايتوسين بيكون مقابلها في السلسلة الثانية جوانين فإذا دائما الأدنين complementary nitrogen base إلا هي الثايمين أما السايتوسين فهي الجوانين هذا الشكل يمثل الواتسون عندي كريك يعني موديل للDNA إذا هو بتكون من double helix تمام وفي عندنا هاي الهيليكس الأول وهذه الهيليكس الثانية الاثنين بيكونوا anti-parallel متعاكسات في القطبية يعني هاي مثلا تبدأ بفايف برايم هذه السلسلتان تكون ثات ثري برايم والعكس هون كمان ثري برايم وفايف برايم إذا كان طبعا اللون الأزرق هو الباك بون اللي بتكون من الديوكس ريبو الشوغر والفسفيت جروب أما هنا باللون البرتقالي والأصفر والأخضر هاي القواعد النايتروجين كما ذكرنا أن السلسلتين برتبطوا مع بعض بواسطة الهيدروجين بونتز هنا هذه هي النقاط الأحمر المتقطعة هاي هيدروجين بونتز أين تتكون الهيدروجين بونتز بين القواعد النايتروجينية ويكون القواعد النايتروجينية موقعهم داخل الهيليكس تمام فإذا كان بالسلسل الأولى اقوانين السلسل الثاني بيكون الكومبليمنتري نيوكليوتايد المقابل بيكون ثيمين إذا كان هنا ثيمين بيكون بالمقابل أدينين. إذا كان قوانين في المقابل سايتوسين فإذا عرفنا تسلسل سلسلة واحدة مثلا مثلا قرأة السلسلة الأولى مثلا قوانين أدينين ثيمين بيكون بعرف تتابع السلسلة الثانية لأنه دائما القوانين يقابلها الـ complementary strand سايتوسين اما اذا كان عندي مثلا ادنين مكاول outro اذا كان الحاليا ادنين شيبا Talagash ستراند سيتوسين سيتوسين. اذا التو ستراند بيكون كومبلومنتري فور ايش اثر. ولما تيجي الخليدة تنقسم بنفتحوا هدولة السلسلتين بنفصلوا بتتكسر الروابط الهايدروجينية بنفصلوا السلسلتين كل سلسلة بتبني سلسلة مكملة الها. فبالنهاية بتكون عندي جزيئين من الديانية بيكونوا متشابهين تماما. وكل جزيء بيروح لخلية من الخلايا اللي انقسموا. فبالتالي هذي الصفة طريقة انقسام الديانية وتضافه في داخل الخلية او داخل النوع. هي من الصفات اللي احلته انه يكون هو المادة الوراثية. اذا الديانية دابل هيلكس. والتو سراند اف دابل هيلكس ار كومبليمنتري. ماذا نعني كومبليمنتري? يعني مكملين فور ايش اثر. اذا عرف التسابس الوحدة باقدر اعرف الثانية. كيف بارتبطوا السلسلتين مع بعض عن طريق آآ الهايدروجين بونز. هي رابطة ضعيفة لكنها مهمة جدا. الهايدروجين بونز ان قومبليمنتري فاشن بين النايدروجينة سبيس. الادنين يرتبط with only thiamine. تمام? والسايتوسين يرتبط with only قوانين. تمام? كيف بارتبطوا او كم عدد الروابط الهايدروجينية دائما? الادنين مع السايتوسين عنا ثلاث ثلاث تريبل هيدروجين بونز. اما الادنين مع الثيمين دابل هيدروجين بونز. تمام? اذا الادنين مع السايتوسين بارتبطوا بثلاث روابط هيدروجينية حسب بالسايتوسين في موضوعاتهم. والادنين والطيامين بارتبطوا برابطتين هيدروجينيتين ضمن الجزائي الديانيا. كل سايتوسين تعملوا oleh تيمبلتها ديرنين كما ذكرت انه لما تيجي الدياني الغلية تنقسم قبل ما تنقسم الديانيا يصير له او بزرار او بزرار او بزرار او بتضعف. كيف؟ بتنفصل السلسلتين كل سلسلة تعتبر تيمبلت حشان تبني ديانيا كامل. فمن نهاية كل سلسلة تبني سلسلة مكملة لها في النهاية منشع لنا جزيان DNA متطابقين كل واحد يروح لها خلية ادنين انثيامين فورم 2 هيدروجين بونز كما ذكرنا سايتوسي ماليقوانين فورم 3 هيدروجين بونز اذا هون عندنا هاي سلسلة هذه سلسلة DNA بتكون من نيكلوتايدز مختلفة هذه السلسلة تمام والمقابل الها السلسلة الثانية إذا كان عندي هون ثين يكون هون عنا أدنين والعدد الاروابط الهايدروجينية تربطوا مع بعض اتنين اذا هونيمين معنا سايتوسين بثلاثروابط بحرد روابط هيدروجينية هناس سايتوسين مالتفادر Jay وеныن سитиامين ثلاثر الـ على الصعب creating ثالث سيتوسين ادينين بقدر اعرف السلسلة المكملة لها تكون ادينين, سيتوسين, كوانين, ثيامين وهكذا. هاد الشكل يمثل لطريقة التضاعف الدينيا. كما ذكرنا الدينيا raplication او دي انا او دي اா? في عندنا الـ parent molecule هذا الاسل. هذا موجود parent molecule الاسلge يتكون من سلسلتان. كما ذكرنا هاي تتابع اول سلسلة اذا عرفته اعرف السلسلة المتممة او المكملة لها. هون ادنين هون تيمين. هون سايتوسين هون جوانين تيمين ادنين وهكذا. قبل ما تنقسم الخلية ذكرنا ان الدياني بالضعف. كيف? البيرونت دياني بنقسم. هاي تكسرت الروابط الهايدروجينية. وكل سلسلة تعتبر تبني سلسلة اخرى مكملة لها. فهاي كل سلسلة بنات سلسلة مكملة لها. وهي كل سلسلة بنات سلسلة مكملة لها. في النهاية بنشاعلنا جزئين دياني اي متطابقين تماما. وبشبهوا البيراند دياني اي. وكل جزئ من هذول الجزئين بروح لخلية من اللي تكونت. وهي طريقة تضاعف الدياني هي واحدة من الصفات اللي اه 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 اللي يكون هو المادة الوراثية. وهذا الشكل ايضا. هاي البيراند دياني اي. 5' 3' 2' وانتي بارالل دبل ستراند. تمام. اه اه بتتكسر الروابط الهادروجينية. وكل سلسلة تبني سلسلة مكملة لها بنهاية بين شعر جزئين متطابقين. اي نأتي الان الى النوع الاخر من الحموضه النووية وهو الارن اي. لك انا الفرقات بين الدياني والارن اي معظم الكائنات الحياة الدياني هو المادة الوراثية. بعض الكائنات الحياة الارن اي هو المادة الوراثية. تمام. زي الفيروسات مثلا. اه اه بيختلف عن الارن اي الاثاني يتكون من نيوكليويتايد او هو على منحب المسابق من البولي مرامل ولكن الدن ايضا هي دابل ستراند ومثلان ان تكون سلسلتين بهم اما رن ايضا هي واحد ايضا الان ايضا مصر اسمها تقول للاهي يحتوي على ديوكسي ريبود شغر اما الارن اي يحتوي على ريبود شغر الان يحتوي على ادنين ويحتوي على قوانين شايتوسين وثيمين ولا يحتوي على اليوراسين اما الـ RNA يحتوي على أدنين، غوانين، سايتوسين ويحتوي على اليورسيل ولا يحتوي على الثيامين هنا ثلاثة انواع من الـ DNA المسنجر الـ RNA ويصنع داخل النوع وهو يتم نسخه من الـ DNA تـ RNA يكون في السايتو بلازم ويحتوي اشي اسمه أنتيكودون لأمينو أسد معين فبيقرأ التسلسل المسنجر الـ RNA وبيعجلي بالأمينو أسد المعين فبربطه في السلسطة اللي بيبتاد والـ RNA يسمى ريبوسوم الـ RNA وهو جزء من الـ RNA من الـ structure أفاً هو جزء من الـ structure للـ ribosomes اللي بتم فيه صنع الـ protein إذن فاound in ribosomes the site of protein synthesis ribosomes consists of two subunits كما ذكرنا سابقاً one large than the other وهذه الـ two subunits تكونوا من الـ protein وبتكونوا من الـ RNA بعض الـ RNA تسمى ribosomes وتستخدم أو تعمل كـ enzymes catalytic RNA molecules that function as enzymes and can splice RNA أحياناً يحدث للـ RNA قطع أجزاء splicing أثناء الـ protein modification يعني تكون الـ protein وبالتالي بعض أنواع الـ RNA تعمل as catalyst ونسمى ribosomes إذن ribosomes هي الأنزيمات اللي أصلها RNA وقلها دور مهم في الـ RNA splicing إذن الـ mRNA messenger RNA مهم لأنه هو بساعد أو بقوم في ترجمة الجين إلى الـ protein المسنجر RNA consists of a single nucleotide strand والمسنجر RNA has code which specific sequence specifies the sequence of amino acid in protein كما ذكرنا مسنجر RNA working copy of code used to translate a specific gene into a protein إذن بساعد في ترجمة الجين إلى الـ protein وأين يتم صنع المسنجر RNA داخل النواة في الـ eukaryotech then goes into cytoplasm إذن بتم صنعه داخل النواة بعدين بيخرج للخارج مسنجر RNA بيرتبط بس يخرج للـ cytoplasm بيرتبط بالـ ribosomes وهناك التحول الـ genetic code translated into protein بعدين بس تم صناعة الـ protein بتكسر المسنجر RNA نتو منواز نيفلويتاد ممكن استخدامها مرة أخرى لترجمة الـ protein أو لصنع مسنجر RNA آخر أما الترانسفير RNA يحتوي على أنتكودون بقرأ الشفر الموجود على المسنجر RNA ويحمل الأمينو أسد المعين اللي إله الكودون على المسنجر RNA وبربطه في سلسلة أو بوضعه في مكانه في سلسلة البوليبيبتايت فإذن الترنة يكون لسلسلة RNA ويكون شكله ثنائي الأبعاد ووظيفته طبعاً زي ما حكينا إنه كريز أمينو أسد في سلسلة أمينو أسد المعينو أسد في سلسلة أمينو أسد المعينو أسد فبتكون أنتكودون للكودون موجود على المسنجر RNA فبيحمل هون الأمينو أسد المناسب وبربطه أو بوجهه لـ ريبوسوم لصناعة البوليبيبتايت أو البروتين كما ذكرت إنه الـ DNA والبروتين هاي إذا بدنا يعني تستخدم تستخدم دراسة التطور إذا أردنا أن ندرس تطور الكائنات الحية فبندرسها على مستوى الموليكولر كومباريجونز الموليكولر على مستوى الجزيئات والجزيئات هي إما الـ DNA أو البروتين لأنه كما ذكرت بتكون يعني ضمن الكائنات الحية القريبة من بعض يعني أشياء متشابهة تتابعات متشابهة لكنها هي الـ DNA هو يونيك لكل كائن حي حتى ضمن الـ species الواحد تمام فـ الموليكولر كومباريجونز اللي هي دراسة الـ DNA أو البروتين سيكونز تبع الـ DNA أو البروتين هل بيولوجيس سورس آل دائب اليوشيني كونيكشنز أمانج سبيشنز عشان شو شو علاقة الكائنات الحية من بعض وكيف تطورت عبر الزمن هذا الجدول يمثل هنا الـ DNA والـ RNA هنا الـ DNA والـ RNA كما ذكرنا عدد الـ في الـ DNA عندنا 2 في الـ RNA عندنا 1 الكود طبعاً معظم الكائنات الحية عندها الـ DNA هو المادة الوراثية تمام محفوظة طبعاً النوكولويتايد أدنين ساتوسين غوانين ثايمين مش موجود في الـ RNA الثايمين بالمقابل في عنده هون يوراسيل مش موجود في الـ DNA بالنسبة للسكر الخماسي بيكون بالـ DNA ديوكسي ريبوز في الـ RNA بيكون ريبوز وأكيد الفوسفيت غروب موجود بالـ 2 و بالـ double strand الأدنين دائماً ترتبط مع الثايمين بـ two أو double hydrogen bonds أما بالساتوسين مع القوانين فدائماً برتبطه بـ triple أو ثلاث hydrogen bonds